إلى شبوى التي طلع وكيلها أحمد الدغاري على مستوى الخدمات بالمركز الوطني لمكافحة الأورام في شبوى وتعرف الوكيل الدغاري من مدير عام المركز الدكتور المصواع على نوعية الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المركز للمرضى وكيفية تحضير الجرعات الكيموية لهم في الكبينة الخاصة بها وأجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بواسطة جهاز الممجرام الحديث كما نقش وكيل شبوى الدغاري جملة من القضايا المرتبطة بعمل ونشاط المركز والصعوبات التي تواجهها في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في الآونة الأخيرة ووصولها إلى 2400 حالة مشيدا بنوعية الخدمات الطبية المتميزة التي يقدمها المركز للمرضى كما أكد الدغاري حرص قيادة محافظة شبوى ممثلة بالمحافظ عوض بن الوزير على معالجة وتذليل كافة الصعوبات التي يواجهها المركز